عاجل ورد الآن عضو اتحاد الكرة محمد ناصر يؤكد إن الاتحاد الآسيوي منح العراق حق استضافة مجموعة منتخب الشباب في تصفيات شباب آسيا المقبلة أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم مشرف منتخب الشباب محمد ناصر اليوم على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منح العراق حق استضافة مجموعته في تصفيات شباب آسيا المقبلة بعد وصول كتاب رسمي بذلك وقال محمد ناصر إن العراق تقدم بطلب رسمي لاستضافة مجموعته في تصفيات آسيا المقبلة للشباب إيماناً بقدراته التنظيميات باستضافة جميع البطولات ببراعة ومنها تلك التصفيات وأضاف محمد ناصر إن محافظة البصرة ستستضيف المنتخبات التي قد تتراوح بين أربعة إلى خمسة منتخبات حيث ستحدد القرعة عدد المنتخبات في كل مجموعة واختتم عضو الاتحاد محمد ناصر حديثه بالقول إن الاتحاد الأسيوي حدد الخامس والعشرين من هذا الشهر موعداً لإجراء قرعة تصفيات شباب آسيا مهند علي يفكر بترك ناديه اليونانية ريس سالونيكا بالرغم من رغبة النادي بتمديد عقد مهند علي والبقاء في الفريق حيث قال مهند علي لدي بعض العروض من الدوري القطري لكن يفضل التريث بعض الوقت لحسن مستقبله القادم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال يتواصل بشكل مستمر مع لجنتي المستشارين والخبراء بغية الوصول إلى قناعة بأحد المدربين الأجانب شرط أن يكون على مستوى عال مع استبعاد المدربين المحليين والعرب زيدان إقبال خارج قائمة المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 عام بسبب الإصابة في العضلة الضمة اشتركوا في القناة